أولاً أنا أريد أن أشكرك على المقدمة يعني أحدكم إن شاء الله يعني أوجست جداً واتطرقت الموضوع الموهبة في الإسلام وأمثلة كتيرة جداً النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعمها وبيكتشافها خلاني نفرق ما بين لفظ الموهبة والهوية والشغف كثير جداً كذلك قلت فعلاً بيختلط عليهم المعنى ويحسبوا إنهم التلاتة إيه لفظ واحد خلاني قولي إن الموهبة حاجة الإنسان بيتولد بيها يعني الكلام بروحه كده يعني بيتولد بيها هو تولد لوحده بيعافي لعكرة كويس بيعافي رسم كويس بيعرف يرتاج الكويس بيعرف يكرأ كويس عنده موهبة يتولد بيها فضرية تمام؟ الهواية يا دكتور عادةً حاجة هو بيحب يعملها ومش شرط يكون شاطر فيها يعني هويته رياضة معينة حاجة معينة هو مش بالضرورة بيعملها هو شاطر فيها هو حاجة بيعملها فوقت أفقاره نيجي بقى للشغف هو المثلث على رأس المثلث هو أعلى موهبة عندك مثلاً إحنا هنقول مثلاً سين وصد وعين دول كلهم عندهم موهبة الرسم كلهم اتولدوا شاطرين جداً في الرسم بس في واحد منهم شغف الرسم يعني شغفهم أشهر واحد فيهم أشهر واحد فيهم فطرياً عنده قدرة على الإبداع في الرسم أو أي موهبة أخرى طبعاً أعلى من باية أكرانه بالرغم أنهم كلهم إيه؟ فطرياً موهولاً فده الشغف يعني ده طيب أعرف منين كشاب أو أي حد في المثلث أعرف من إنه عنده موهبة أو هواية حقية أو حتى شغف يعني هقول الحركة على حاجة هي بتبان قوي بفكرة الممارسة أعرف ذكرها يعني الواحد يذكرها بشكل متكرر يمارسها بشكل مستمر وقت ما حد يعترض على هذه العمل تلاقي لا بيدافع عنها باستماتة جداً بيقدر يعملها بيقدر يتفوق فيها على غيره يعني أنا أظن إن الشخص الموهوب عنده القدرة على التفوق على الأكران أسهل بكتير جداً من الأشخاص الأخرين بمعنى أنا ممكن حضارك تكون شاطر في حاجة وأنا شاطر في حاجة بس أنا عشان موهوب فببذل مزيد من الجهد في تنميتها وتطويرها أعلى بكتير جداً من البين أعرف على الطول إن هذا الشخص موهوب بمعنى أنا ممكن بعد فترة أبص إن أنت مثلاً تشاطر في موهبة ما لكن بعد سنة ألاقيك حصل عندك طفرة نوعية في أدائك في هذه الموهبة بخلاف شخص أخر كان عنده موهبة أخرى عديت عليه بعد سنة لقيته بنفس المستوى بتاعه فهنا يباني إن ده عنده شغف وده عنده هوية أو موهبة عادية لم يبذل أي مجهود لتطويرها على شكل احترافي فبعرف على طول إن ده كده شكله دائماً لو نسمع لفظ الموهبة أو مصطلح إنسان موهوب عدل بيتبادر لزين كتير من الناس إن شخص موهوب ده ممكن يكون في صغير إن نربطه دائماً بالسن الصغير هل هناك عمره معين يتم في التشاب الموهب؟ والله يذكر من سنتين وأحياناً من قل يعني أنا أذكر ابني منه هو في سنتين فعلاً بدأت ألاحظ عليه الشغبطة بشكل يعني يعني مش شغبطة عادية لا بشكل يعني كأنه بيرسم فعلاً بشكل حاجة معينة بعكية بدأت أديله مكعبات قليل بيبدأ يعمل أشكال بشكل مختلف فأي حد من سنتين بيبدأ يظهر عليه بوادر زهور وبزور موهبة قد تكون حاجة فطرية استثنائي في شخصيته لو لو ونحط حتها خط لو لم يتم دفنها يعني زي ما حد كنت بتقول في المقدمة الجميلة في مواهب مدفونة يعني ممكن يكون حد من أولادنا عنده موهبة ظاهر عليه وحد من الأباء مش مركز معي وزي ما أحياناً بنشوف أحياناً ممكن يكبتها كمان يكبتها خصوياً لو هي موهبة ممكن تكون مفيدة جداً للإسلام أو مفيدة جداً لمجتمع وأميته لكن يعني ممكن يكون وليه الأمر مش مدرك مدى أهميتها فالأسف يتنصها يعني طيب هل ممكن نقول مثلاً إن كل واحد فينا بيبقى لما بيولد بيبقى موهبة معينة ولا ممكن يكون حد يولد معندوش موهبة بصد دكتور هادي بنشوفها يعني أكيد شفناها في زمائلنا في الكلية وبنشوفها في زمائلنا في الأحياء لكن أنا أظن أظن والله أعلم إن هي حاجة من حاجتي يعني إما هذا الشخص مولود في بيئة مريضة يعني بيئة مريضة يعني أب وأم ناقدين بيئة غير داعمة أشخاص محبطين فهو ملاقاش حاجة يتميز به لكن حد يتولد بدون أي موهبة أظن صعب أولي يعني إما هو يا دكتور في مزيد من الضغطات وظروف خارجية ضغطة عليه يمش مخليها عنده وقت أو زي بيقولك يا بالبادة يا دخل مش فائق لنفسه إن هو يشوف حاجة هو شطر فيها أو موجود في بيئة كلها عملا تعمل إيت أسأس جنحته كل ما يفكر يعمل حاجة إنت غلط إنت وحش إنت مش عارف إيه بلاش إلي إنت بتعمله ده ده مش عارف إيه بطل شغلة أطفال فتلاقيه هو يعني مش ظاهر عليه أي حاجة خالص موهبة لكن حد يتولد أو يعيش عمر بدون موهبة أظن صعب